كشف مدير النقل البري والحضري على أن وزارة النقل بعثت بتعليم إلى كل مديريات النقل الولائية قصد إعداد جداول تسعيرات النقل الجديدة التي ستطبق على خطوط النقل الجمعي الحضري والنقل الجمعي بين الولايات وكذا النقل بسيارة الأجرة هذا القرار جاء من أجل تغطية أعباء الوقود الناجمة عن قانون المالية لسنة 2016 الذي أثار جدلا بعد صدوره والذي زاد من حدته تهديد النقلين بتطبيق تسعيرات ارتجالية حيث تم تشكيل فوج عمل مختلط مكلف بتحديد التسعيرات الجديدة والذي قرر بدوره تطبيق زيادة في التسعيرات تتناسب مع تأثير أسعار الوقود على الكلفة اليومية للناقلين والمقدرة بحوالي 10% ويتشكل هذا الفوج من ممثلي الإدارة المركزية لوزارة النقل ونقبات نقل المسافرين الحضري وبين الولايات وسيارات الأجرة حيث وصل كل من الوزارة وممثلي الناقلين إلى اتفاق حول التسعيرات الجديدة للنقل الجماعية الحضرية من 0 إلى 15 كم وعليه فإن التسعيرات للخطوط بطول يصل إلى 5 كم سترتفع إلى 17 دينار جزائرية مقابل 15 دينار جزائر حالياً ومن 6 إلى 22 كم ب22 دينار جزائرية مقابل 20 دينار جزائرية ومن 11 إلى 20 كم ب33 دينار جزائرية مقابل 30 دينار جزائرية أما الخطوط التي تتراوح بين 12 و30 كم فإن التسعير ستقدر ب38 دينار جزائرية مقابل 35 دينار جزائرية